سلام عليكم يا شباب. احنا النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها ايه? او متغيرات. احنا لما اشتغلنا المحاضرة اللي فاتت في اخر المحاضرة اشتغلنا على ايه? على اتعلمنا ازاي نكتب اول برنامج بمين لدغوة سي بلس بلس. طيب اتعلمنا ان انا عشان اكتب برنامج ده بعمل ايه? احنا اتفقنا ان انا البروكرام بتاعي او اي برنامج لازم يبقى لي ايه? لازم ليه مدخلات وليه مخرجات. يعني دلوقتي هنختار افتراض كده مع بعض. انما عندي برنامج البروكرام بتاعك. البرنامج ده عشان يشتغل اكيد ليه مدخلات اللي هي الامبوز. وطبيعك ما هو هيعمل ايه? هيخرج مخرجات اللي هي من الاول. تمام? طيب طالما دي مدخلات ودي مخرجات يبقى الامبوز دي هدخلها البرنامج عن طريق حاجة اسمها ايه? دوان ادخال. اللي احنا قلنا بالبرنامج بتاعنا اسمها ايه? اسمها سي امبوز. طيب. مخرجات البرنامج الاول بسعة البرنامج دي هتطلعي على الشاشة بتاعتي اللي احنا كنا بنسميها او الشاشة السودة زي ما نشوف تاني ونجرب تاني هنخرج باسم ايه? با عن طريق ايه? عن طريق حاجة اسمها دوان اخراج. اللي احنا سميناها ايه? سي اوت. تمام كده? طيب السي اوت او دوان اخراج دي هتخرج لي ايه? يتخرج لي رسالة نصية يتخرج لي قيمة. صحي كده? طيب القيمة اللي عندي دي. لو قيمة عددية او قيمة حروف سترينجس يعني بسميها سترينج او حرف واحد اللي هو كاربتر. طيب الحاجات دي كلها المفروض. المفروض الحاجات دي تبقى موجودة فين? يا اما الفيو جرام بنتطلحها مباشر دون الرجوع. لو قيمة متخزنة في المتذاكرة او النمور بتاعتي. او لو انا عندي عملية حسابية او عملية منطقية او اي عملية انا عملتها. لازم القيم دي تبقى موجودة عندي في مين? في الذاكرة او في الميموري. طيب موجودة في الذاكرة او في الميموري. موجودة في ايه? احنا في نقطة البرمطة تمام? قالوا ايه? قالوا ان احنا بناخد مكان بنحجز مكان في الميموري كده وبنسميه متغير او ايه او فارياب. الفارياب او متغير دي عبارة عن ايه? هو مكان في الميموري تمام? بيتحط فيه قيمة معينة اقدر استخدمها عن طريق مين? عن طريق بروبراكة. انا مش عايد حد يقطعني يا شباب بعد ازنوف. اللي عايز يخرج يخرج واللي عايز يستنى معانا يستنى. انا مش عايد حد يقطعني خالص بعد ازنوف. اللي عايز يخرج يخرج واللي عايز يستنى يستنى يستنى. فهنا دلوقتي بالنسبيني المتغير ده اتفقنا هو ايه? هو المتغير ده بالنسبيني زي ما اتفقنا قلنا هو مكان او موجود في الزاكرة بتاعت الكمبيوتر بتاعنا. المكان ده بيحتوي على قيمة معينة يا قيمة دي. طب انا دخلت وقت ايه بقى? دخلت ايه بقى? الايه? يا دكتور شريكس امانة. اتفضل ان تقول ايه? ممكن بس حركت مع عسلنا لينك لان هو مش راضي يفتح مددنا كلنا. اللينك شغال يا جماعة. يعني الناس اللي دخلت دي. والناس اللي دخلت. ليه? هي ناس ليه؟ هي ناس اللي دخلت. ليه؟ هي ناس اللي دخلت. ليه؟ هي ناس اللي دخلت. اشترك. مش هنرجي اللينك ده علشان لو هنرجي اللينك ده يعني هنرجي الميت ده خالص ونرجع نبدأ من اول وجديد واللينك اصلا شغال خلي الناس بس تقفل اللينك اللي هما فتحوه يفتحوه من جديد هيشتغل معكم طيب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا المتغير ده عبر عن ايه هو مكان في النمر بتاعتنا او في الزاكرة بتاعتنا تمام بخزن فيه قيمة معينة طيب المتغير ده انا ما استخدمه في ايه انا دلوقتي لو انا عندي البرنامج بتاعي اول استخدام واقسط استخدام انما عندي المستخدم بتاعي هيدخلي هسمح لنا يدخلي قيمة اللي هي مين مدخلات هحطها في قيمة متغير ليه معانا دلوقتي اتفقنا احنا المتغير ده هو مكان في الميموري انا بحجزه عشان احطه في ايه عشان احطه في قيمة فاندلوقتي ده ما يجي المستخدم هاخد منه قيم مدخلات يبقى المدخلات دي هحطها ايه في المتغير ازاي هنشوف كمان شواء طيب كل المتغيرات دي عشان البرنامج يبقى شايفها وفاهمها لازم تتعرف يبقى لها حاجة اسمها ايه نيم وده طيب عشان المتغير ده اعرفه لبرنامج لازم ايه يبقى متعرف بحاجتين حاجة اسم وحاجة اسمها ايه نوع المتغير يعني معنى كده انا اقدر رفق انا دقر ان ايه ان كده كل متغير ليه نوع مختلف عن التاني اه ممكن متغير يبقى يحتوي على ارقام الارقام دي ممكن تبقى صحيحة ممكن تبقى عشرية يبقى ارقام الصحيحة هنعرفها بحاجة اسمها ايه انتجر نمبر ارقام صحيحة الارقام العشرية هنعرفها باسم حاجة اسمها ايه فلوت ده هو رقم عشر ممكن المتغير ده يحتوي على ايه على حرف واحد بس الحرف الواحد ده هنسميه ايه النوع بتاعه كاربتر يعني حرف واحد طيب لو عندي مجموعة من الخروف يعني جملة باسم ايه حاجة من حاجات دي كل ايه نسميها ايه يبقى انا هنا بالوقت لما انا اتكلم حاجة اقول لك ايه اقول لك ان انا عندي الانواع المشهورة اللي هو انت اللي هو مين انتجر اللي هو الرقم الصحيح اللي هو الرقم العشري تمام هو رقم عشري بس القصة كلها في ايه اننا هنا مسلا انا افترض قلت مسلا رقم عشري ده تلاتة ونصف ده رقم عشرة هو الفلوت لحد كانت خانة بعد العلامة سبع خانات دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع يبقى كده ما اسموحني بسبع خانات في مين في الفلوت بعد السبع خانات بعد العلامة العشرية بتحولت الرقم مين يبقى الضابل هو رقم عشري بس بيسمح ده عدد خانات بعد العلامة عشرية اكتر من كان خانة اكتر من سبع طيب الكاركتر ده مين ده حرف وحيد بس اقدر اخذرنا جوة المتغيب مجموعة من الخروف نقدر من هو اسم او جملة او اي سبع نصف تمام كده طيب لو انا عايز اعرف المتغيب انا قلنا بنعرفه بايه بنعرفه باسم ونوع يبقى انا لما اجي اقولك مثلا ان انا عايز اعرف متغير لمسطل العرض بتاع المستطيل يبقى اسميه ايه اسميه مثلا ويتس يبقى اسم المتغير اسمه ايه ويتس طيب نوعه ايه العرض بتاع المستطيل ده الارقام اللي هتحط فيه صحيحة ولا عشرية لو او صحيحة احط في ايه احط له انتجر يبقى واقول انت اللي هو ده النوع بتاع الباق الداتا او القيم الموجودة اللي هتخز الجوة المتغير اللي اسمه ويتس يبقى باكتبه ازاي انت مسافة ويتس يبقى باكتب النوع الاول ده بتاعي هو ده النوع بتاع المتغير مسافة اسم المتغير وبعد كده بنحبتك العادة اللي ايه السيمي او اللي احنا كنا بنسميها الفصلة المتغير تمام طيب نقول نشوف متغير تاني افترض ان اعايزة اسمي متغير لمين لحساب مساحة المستطيلة يعني نسمي متغير مسلا سميه اريا تمام يبقى اسمه مين اسمه اريا تبنوع ايه هافترض ان القيم هتحط جوه الاريا ده قيمة عشرية يبقى فلوت صح كده وبعد كده يبقى ليه فلوت ده النوع وبعد كده الاسم بتاعه ان هو الاريا يبقى اي طريق التعريف او المتغير بحط داتا طيب الاول اللي هو نوع البيانات اللي هتتخزن جوه المتغير وبعد كده بحط اسم يبقى انا عشان اعرف اي متغيرة عندي جوه البرناريك بحط نوعه الاول اي نوع من الانواع المشهورة اللي عندي وبعد كده بحط اسم ايه المتغير وبحط يبقى انا هنا ده كده لمجرد تعريف المتغير دون الدخول ايه يقول على الخط بواتي تمام تمام طب ايه اشهر ايه اشهر الانواع اللي عندي عندي حاجة اسمها حاجة اسمها لوم حاجة اسمها كرة حاجة اسمها كدول حاجة اسمها رابل حاجة اسمها كل دي اشهر انواع ايه المتغير اللي عندي فايا مجينا نبص على الانتجر الانتجر ده يعني ايه بحطي فيه ارقاب صحيحة بيقدر ياخد من اثنين وتراتين الف سبعمية 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 ما علينا من الارقام دي مش قبيب مقتصة دي انا بقول لك بس انه هو يقدر ياخد من كامل طيب الصاج بتاعه ده الميموري بتاعت الكمبيوتر حتى هنتفنى ان ان البريبول ده بيروح يتحجزه مكان ده الميموري طيب مسحته قد ليه ده الميموري اي البريبول ده نوع تنجر حتى اثنين بايز حتى هنتفنى ده عبره عبارة عبارة إيه هي البيت اللي هي الديجيت الواحد بس، البيت تمانية ديجيت أو تمانية بيت أو تمان وحدات من البيت، يبقى البيت يعتبر إيه؟ تمانية بيت، فإذا قلت لديك اثنين بيت، إبقى كان بيت ستاشر، تمام كده؟ طيب، اللوم ياخد من رقم الكودعبية، كانتش دواية اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، يقدر يستحمل أو أخزن فيه عشر خنات من الرقم ده للرقم ده، طيب، بالتالي أقدر أخزنه في كم بيت؟ فاربع بيت، يبقى الالوم هو بيخزن أرقام صحيحة، بس ياخد عدد خنات أكبر من مين؟ من الانتبيت تمام كده؟ يبقى الالوم هو أرقام صحيحة، بس ه combustيل أكبر من مين؟ من الانتبيت، طيب، ماذا هو الكراكتر؟ الكراكتر ده هو حرف، طيب الحرف ده يخزنني منين؟ من زيرو لانتين خمسة، وخمسين، ما من زيرو لانتين خمسة وخمسين ده؟ شهنا عندنا بالمقعي؟ حرف واحد، يعني ايه؟ في الوقتي حرف حرف البي حرف السي حرف الدي. كل واحد من دول ايه حاجة اسمها ايه؟ اس كي كود. فلما ايه اخزن بيخزن اللي هو ما يعرفش الاي ما يعرفش البي ما يعرفش السي. لكن الحاجات يكون لها متخزنة داخل الكمبيوتر بحاجة اسمها ايه؟ اس كي كود. مش انها اتفقنا ان تشغل بحاجة اسمها المشين لانجوج يعني صفر وحايا. يعني بيحول لي الرمز ده بصفر وحايا. تمام؟ فهو هنا الكاركتر ده بيتخزن هو بايل بس. طب الفلوت بربع عشرة. بخزنه في كام بايل اربعة بايز. طب الطابل في تمانية بايز وهكذا. انت غير مطالب بالصائز بدافع. يا مجرد بس النعمة وضغتك كل واحد من دول انا بخزنه في قد ايه جوه النموري بتاعنا كلها. طيب نيجي بقى لمرحلة مهمة ان هي ازاي اعرف متغير عندي جوه البرنجر. احنا قلناها بس قلناها ليه بسرعة. الوقتي عشان نعرف متغير عندي اول حاجة. انت ما بعرف نوع المتغير نوع الذات اللي موجودة جوه وبعد جده بس. يبقى طايع. ممكن المتغير ده اعرفه وما دلوش فيه. وممكن اعرفه وابديره قيمة ابتدائية. اللي هو اقولك مسلا ان انا في الاول هافترض ان انا عندي مسلا انتجر اهو متغير اسمه انتجر من اسمه اكس ماشي وفيه قيمة ابتدائية خمسة. انا معناها ايه? لما تكتبك الجملة دي على البرنامج بتاعك البرنامج هيروح الذاكرة ويحجز لك مكان ويسميه اكس ويحط لك جواه في مكان خمسة. يبقى انا دلوقتي لما اجا اقولك انتجر اكس يساوي خمسة سيكون على البرنامج بتاعك البرنامج هيرفع ان انت عايز تعرف متغير اسمه اكس من النوع الانتجر يعني انتجر اكتبك جواه اكس صحيحة والدي لقيمة تلاحية كان خمسة. طب افرض ان انا قلت لك انا عايز انتجر واي وسيمي كورو. البرنامج هيروح يفتح لك مكان في الميموري في الزاكرة ويسميه واي ومش هحط في حاجة. لحد ما انت تقصين للفاديو بتاعك. تمام كده? بك. يبقى انا الطريقة الاولانية بتاعتي ان انا اعمل ايه? ان انا اقول له اسم المتغير نوع. تغي irgendwo طريقة انا نقدي له قيمة اقتدائية ااسم المتغير ونوع واقول له بيساوي قيمة اقتدائية. او ان انا اقول ايه? اقول له أنتجر او نوع المتغير واسمه وبيلقصين احط له القيمة. دي كده كأني بديله ايه قيمة اقتدائية هاته. تمام كده? اتفقنا. الطيب ده معنى ايه؟ معنى نوع الداة او البيانات اللي هتتخزن جوة المتغير. طيب لحد كده. الكلام يجب ان الكلام بسيط. طيب عشان اقول اسم المتغير ده صالح او مش صالح. يعني ايه؟ يعني او يعني اسم المتغير ده مقبول او مش مقبول. بناء على ايه؟ اكيد في عندي شوية قواعد. القواعد اللي عندي ايه هي؟ ان اول حاجة اسم المتغير ده لازم يبدأ احرف. الليتر. الليتر زين ايه هي مين؟ اي بي سي دي اي لحد الزلد. وناخد بالنا من الحاجة. اسم المتغير ده لو ابر كيس تمام يعني كابيتل ميتر اللي هو بي سمول. يعني انا لو جيت قلتلك اسم المتغير وانتلك انتجر مثلا ايه؟ وجيت قلتلك انتجر ايه؟ هل اتنين نفس المتغير؟ لأ. ده متغير والاسمول ده المتغير. يعني كده عندي متغيرين مش متغير واحد. تمام كده؟ يبقى اول حاجة اسم المتغير ده لازم يبدأ بحرق. لتر. تاني حاجة بخد بالك ان الابر كيس او الزور كيس مختلفين. ده بدأ برسمها. تاني حاجة اسم المتغير ممكن يبقى يعني مشكل من او خروف او ارقام قصدي او ارقام او ايه او حاجة اسمها يعني ممكن اقولك ان اسم المتغير ايه بي مية واتناشر. ده كده اسم المتغير صالح? اه صالح. يبقى ليه? ليه? ان هو بدأ بلتر. بدأ بحرف. وهو ما بين ايه؟ حروف وارقام واندرسكور. طب لو جيت قلتلك اسم المتغير اندرسكور واحد اتنين ايه. مقبول مقبول. عشان بدي برضو باندرسكور. يبقى اسم المتغير يبدأ بحرف يبدأ باندرسكور وفقط. يعني يبدأ بحرف يبدأ باندرسكور. طيب. ممكن يبقى مقبول مقبول مين? مقبول 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 تغير حرف يعني ممكن يبقى كل حروف او حروف وارقام او حروف وارقام لكن لو جيت قلتلك مثلا واحد واحد بي ستة ده مسموح ده مش مسموح ليه عشان بادئ بارقام احنا اتفقنا ان هو يبدأ بحاجة من اتنين يا لتر عرف يا اندرسكوك وغير كده مش مسموح طب وجيت قلتلك ونجمة ده اسمه تغير صح? لا مش صح ما عميش رمز النجمة اصلا. هل ينفع مثلا احط لك اه وعلامة في المية ده اسمه متغير صالح? بالد? لا مش بالد ليه? ما عنديش مش مسموح لي بالرمز اللي هو ايه? علامة في المية البرسنتج. يبقى اسمه المتغير هو مزيد من حروف وارقام واندرسكوك. ممكن يبقى حروف بس مقبول. ممكن يبقى حروف وارقام مقبول. ممكن يبقى حروف واندرسكور وارقام مقبول. تمام? لازم يبدأ بحرف او اندرسكوك. جرت العادة ان احنا لما بنعرف ثوابت حنا سماع كونسطنط لازم ايه? يبقى الاسم بتاع كونسطنط ده كله كابتال لترس. حروف ايه كابتال لترس. طيب تعالي نجرب كده ونشوف ايه برنامج. هنا بيقولك ايه? طيب سي باس باس برنامج. ذات كم هو عايز اعمل ايه? عايز تعمل برنامج يحسني مساحة مفرقة. احنا اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت. ان احنا بنعمل ايه? بنعمل اول حاجة حاجة اسمها الجوريزم. طب افكركم يعني ايه الجوريزم? الجوريزم ده? اللي هو خطواتك لحل المشكلة. يعني ايه? يعني انا عشان اعمل حساب مساحة المستطيع بالتفكير العادي خالص. كنت بعمل ايه? اول حاجة بجيب مين? الطول. بعد كده بجيب مين? العرض. كده المساحة بعمل ايه? الطول في العرض. صح كده? مش دي دي خطواتنا العادية. نفس الفكرة الجوريزم. اول حاجة اللي هي مين? start. ان انا هبدأ. start program مسلا. تاني خطوة. ان انا هعمل ايه? هسمح للمستخدم ينفقلي مين? الطول. يوزر انترز اللينس مسلا. اللي هو الطول. فقم تلاتة. يوزر انترز اللي هو العرض. بعد كده هعمل العملية بتاعتي اللي هي مين المساحة هتساوي صح? بعد كده هعمل ايه? اعرض للمستخدم الاريا قيمة الاريا على الشاشة. وبعد كده الفطوة الاخيرة اللي هي ستة اللي هي مين? اللي هي نهاية ايه? عندي خطوة تانية هعملها? ما عنديش هما خطوات. اول حاجة هدخل كونة اللي هو الطول. وبعد كده هدخل كونة اللي هي العرض. وبعد كده هحسب الاريا ان هي الاريا على الشاشة. طيب لما نيجي نعمل الفلوم شرط بتاعتها ازاي? اللي هو خارجة التضفق بتاعنا. اتفقنا اول حاجة ان انا بعمل ايه? الشكل البيضاوي ده. ده اللي احنا اتفقنا عليه من المرة اللي فاتت اللي هو اسمه ايه? اللي هو ابداية ونهاية. يبقى صح كده? تمام. طيب بعد كده هعمل ايه? هعمل مدخلات. صح? المدخلات اتفقنا ان انا بعمل ايه? في الشكل المتوازي ده. ده كده شكل ايه? ان فيه مدخلات او مخرجات. يبقى هعمل ايه? امبوت. امبوت مين? ال ال اللي هو اللبس. اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده? في عندي امبوت التاني? اه. اللي هو ميت. الدابليو. في رحين بوت. دابليو. طيب ايه دخلت من مستخدم ال ال ودخلت من مستخدم الدابليو. الخطوة اللي بعد كده? عملية حسابية. طيب ما عملية حسابية? قلنا ابدا مينها بايه? في شكل المستطيل. طيب ما عملية? طيب العملية الحسابية دي? ايه هي? ال 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 مضروف في الدابليو. يبقى الشكل اللي المتوازي. ده يا مضخلات يا مخرجات. يبقى امبوت امبوت دابليو. عندي مدخلات تاني? لا ما عنديش.تي بخلص خلصت المدخلات. اخوش بعد جدا عمل عملية الحسابيه اللي عنده. اللي هي الاورية逢ي гол في ال 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 ما بلا. بعد ما خلصت ال ارية. عندي عملية حسابية تاني? ما عنديش. هي الاورية بس. طيب. في عنديBraدي جدا ايه مخرجات. اللي هي مين? ال ارية. ليه اعرضني مين على مين على الشاشة? بعد كده خلص البرنامج بتاعي خلص. ده رح جاعمل ايه? شكل الترمينات البتاني اللي هو انداء وسطو. ده بقى نكده ده بتاعي او خريطة ضفت بتاعي بتاعي بتاعت مين البرنامج بتاعي. لكل الفكرة اللي انا عملها ده انا عمل ايه? تعمل حاجة اسمها الجوريزم. الجوريزم ده ده هو عبارة عام ايه? خطوة بخطوة لحل المشكلة او البرنامج بتاعي او الموقع بتاعي. المدخلات بتاعي ايه? ال ال والدابلو. فماني? يبقى اول جملة. هعمل ان انا هبدأ البرنامج بتاعي. تاني حاجة هعمل اللي هو اللي سما بعد كده اللي هو العرض. كده خلصت المدخلات في المدخلات تاني. لو مدخلات تاني. بعد كده هعمل ايه? هعمل عملية الحسابية بتاعتي اللي هو الاريا بتساوي الطرف العرض. ثم بعد كده هعمل ايه? هخرج قيمة الاريا على الشاشة. المدسبيلية الاريا ونسكريم. كده خلاص بالنسبة بعمل ايه? اعمل ايه. طيب. تعالوا نشوف الكلام ده. بنعمله ازاي? على البرنامج بتاعنا. كنا البرنامج بتاعنا نحن هنستخدمه اسمه ديف سي بلس بلس. بننزله ازاي? كنا بنخش على جوجل. ونكتب دي اي بي سي بلس بلس. هنلاقي موجود اهو تحميل ديف سي بلس بلس. نخش عليه. نخش على ده. ده ونلود. البرنامج نفسه ايه? مساحته urous زي بلس 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 سي ب . اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برنامج ده. تمام? نخش على قائم الفايل ونقول له نيو ونختار 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 اسم المشروع سميه مثلا فتح لنا ايه? الشكل هو بيحاول برنامج يساعدك بيبتح لك اقرب شكل لمين? ليه البرنامج بتاعنا? احنا عشان مبتدئين تمام? ما فيش مدخلات هنا جوه المين? تمام? طيب البرنامج بتاعنا بيبقى مكون من ايه? مكون من ست اسطر محفوظين في البداية. حاجة اسمها واتفقنا عشان دي حاجة اسمها ايه? اسمها ده معناه ايه? معناه ان انا هنا هستخدم دوال معينة. الدوال اللي عندي اللي انا هستخدمها هنا لازم استدعي المكتبة بتاعته. يعني مكتبة? يعني انا هنا عندي دي اسمها المكتبة دي اللي هيجرد بتاعت ايه? الخاصة بدوال الاندخال والاخراج. احنا قلنا عندي دوال اخراج ادخال واخراج مين? السي ان والسي قوت. لو جيت كتبت هنا السي ان والسي قوت مجرد ما استدعي المكتبة دي. اقول لنا ما عرفهمش. زي مسلا انت اسمك ايات فهاجة اقول لك ايه? اعرف الناس بيك ان انتي ايات. لو ادخلت ايات مرة واحدة على اجتماع او على مجموعة ما عرفهاش قوليه دي مين? فنازم الاول ايه? استدعي ايات واعرفهم قولهم دي ايات. انا بقدم ايات للمين للمجموعة. نفس الفكرة هنا ان انا بستدعي المكتبة الخاصة بمين بكل التفاصيل بتاعد دوال ادخال الاخراج. حسنا لما اده استخدمها دلت سي ان يبقى هو عرفها. استخدم دلت سي اول يبقى هو ايه? عرفها. نعملها ازاي? عن طريق. وبين علامتين الاصغر والاكبر دي بقدت باسم المكتبة اللي هي ايو سترين. تمام كده? في سطر هنا تاني بنكتب اسمه ايه معنى الكلمة دي? يوزنج ده حاجة اسمها موجه او ديريكتب. ان انا بوجه البرنامج بتاعي ده ان هو يستخدم اسامي المتغيرات والاسامي اللي جوه البرنامج كلها اللي يطبق للاستاندرد بتاعي او ايه? يعني دي ده اختصار مين? كل حاجة عندنا لها صح? يبقى. ده ان كل الاسامي اللي جوه اللي هتبقى اسامي المتغيرات او الدوات ببقى ده كل جوه البرنامج ده هتبقى متغقل مين? بعد كده السي اللي بكتب جوه البرنامج بتاعي اسمها مين? اسمها مين دي بيبقى قابلها حاجة اسمها انتجر وبعدها قسين فضيل. وبفتح بعد كده دي او قسين دول قسين المجموعة دول تمام? ثم بعد كده حاجة اسمها ونهاية ايه قسين مجموعة. قسين مجموعة ده بدايته ونهايته ده بداية ونهاية ايه بتاعتي او الدلة برقاسية اللي يبقى بوقت ده ده معناه ان ده اخر السطر موجود في البرنامج بتاعي اول ما يجي عنده هيقفل او هينهي البروغرامجي. ده كده معنى الايه السطسطور اللي عم ده. هم السطسطور بعدها نحن نحن اخبارها همين. amount of use. الشحان الهاتر الحساب يتاري. نحن الايه من الطابس برقاسي. بما انا عندي واندي الحشن كروك ايس ايو اسمين دي المكتبة من خاصة مين بالإنبول أول اسمين من خاصة مين بدوال الاتخانة ودوال الاتفاق وانا بقى عشان أستدعي المكتبة دي مع من عشان فور وايو اسمين بين ايه الخوسين دول اللي هو عنكم من خاص برميله وعنكم فور بعد كده يوزي مين سميس اسمين فور وبعد كده اندالة الرئيسية بتاعتي اللي انا ببطي فيها كل بتاعتي اسمها ايه مين بقابلها انت او انتجر يعني وبعد كده قصين بعدها مصين فتح قصين انا الموعات رائده قصين مكوعة رائده ده مكتب هو هو من الدروجرام بتاعتي ومعناها اخر الصد اللي مأتوذ معايا ايه مين في الدروجرام بتاعتي اما لو صرت معناها انهو البيجي او البيترنيل في الدروجرام بتاعتي تمام كده؟ احنا اتفقنا في الدروجرام بتاعنا احنا هنعمل ايه؟ عايزين نحسب مساحة المسططين صح؟ يبقى أنا أول حاجة هاعملها هدخل قيمة الطول و هدخل قيمة العرب. صح؟ طيب. طبعا ما هدخل قيمة الطول أو هدخل قيمة العرب هدخلهم في هو ده لهم برقصية. إنما هعمل متغير للطول. وهعمل متغير للعرب. وهعمل متغير للمساحي. عشان أخزن فيه القيم المستخدم هدخل. فباجأ عملها ازاي? انا دلوقتي هاخش بقى جوا هنا وابتلك للبكرة اللي بتاعي. انا عندي قيمة الطول دي او قيمة العرب. القيمة دي اللي هي رقم صح بس? ولا ممكن تبقى رقم عشري? يعني ممكن تبقى ثلاثة او اربعة او خمسة ولا ممكن تبقى ثلاثة او نصف ثلاثة او ستة كلام من ده. نكتب رقم عشري. صح؟ يبقى انا قدر اقول لك ايه? فلوت. او اسمه متغير اهو. وسميه ال. سمي كون. بالكده مين? عرفت متغير اسمه ال. اللي هو يمثل اللينس او الطول من النوع مين? فلوت. اعرف متغير تاني اسمه فلوت برضو من النوع فلوت. وسميه دابلو. وبعرفت متغير اسمه دابلو يمثل العرض من النوع فلوت. وهعرف متغير تاني اسمه اريا او ايه من النوع مين؟ فلوت. يمثل مين؟ الاري. صح كده؟ انا عايز اقول للمستخدم من فضلة دخلني قيمة الطول. هعملها ازاي؟ هاعرض الاول رسالة توجيه للمستخدم لو سمحت تختلفهم بالطول. بكتبها ازاي؟ بصي. بعمل سي اوت. دي اسمه دالة ايه؟ اخرام. يعني هطلع للمستخدم على الشاشة. وبعدها علامتين اصغر مين? علامتين اصغر مين دي? هو برنات بيفهم ان ما بعدها هيعمل هيعمله كوش او هيطلع على مين? على الشاشة. واجب اين? دابل كوتيشن. اللي هو علامتين بالطوكين دول. وقت بلسانة اللي عايزة تطلع. على الشاشة دي ايه? مثلا بليز من فضلك ادخل زابانيو قيمة من اللينس. وبعد كده اتفاعل ان انا عندي لو طلعت القيمة دي بس كده هو بروح جاي عني ايه? بروح جاي القيمة اللي بعد كده اهي. القيمة اللي بعد كده لما اجي انا هقول له الرسالة دي طلعت على الشاشة اي ايه? هيطلعها رسالة. هيستنى مني ايه? ان المستخدم يدخل القيمة. هيدخلها عن طريق ده اللي ايه? ادخالي. اللي هي ايه? طيب. يعني اللي اصغر مين دي هو فيهم ان الحاجة نيه? عاصل الله هدوش او خرجت لمستخدم. طيب عشان ادخل المستخدم اعمل ايه? احب علامتين اكبر منه. ان انا عكسه. نقول له ايه? داخلين البرنامج. يعني العلامتين اكبر منه. هدخل القيمة دي في ايه? في المتغير اللي اسمه ال. بقول له سي ان ال. سيميكور. ايه? عشان ادخل قيمة المستخدم فطلعه الرسالة التوجيه لبضخار رد. لده اللي اسمه ال اول. وحط له الرسالة لنا النصية لنا عايز اطلقها بين ضربة مستخدم. واللي هيدخل لي عن طريق ده اللي اسمه ال. ودخل القيمة في المتغير اللي انا عايز اندخل قيمة بتاعته هو مين? ده هو الهيه. بعد كده هقول له نفس الكلام بالنسبة لده. سي اوت. ويهي. بليز انتر زا باليو. تقنين. اللي هو العرض. واجي هنا اقول له ايه? اقول له سي ان. وعلى امتين اكبر منه. الو سيميكور. وبعد كده عايز احسب مساحة الايه? المشبطين دي الاريال. هقول له ال. وهي علامة الضرب بتاعتي اللي هي النجمع والاستريك. في الدابليو. وسيمي كورو. انا كده حسبتي مين? الاريال. عايز اخربها للمستخدم على الشاشة. خرجها له ازاي. ما عنديش غنية احدة واحدة. بلي تخرج سي اوت. اقول له سي اوت. اطلع له مسلا رسالة نصية اقول له. زا اريا. او. المساحة. تساوي. وراه جاي هنا. تتل له مين? اسمي المتغير. يبقى انا هنا. انا تقول له ما عملته ايه? دخلت خيمة في الطول. عملتها على طريق جملة اين? جملة اخراج اللي هو ايه فيها المستخدم. و جملة ادخال. ده اللي ادخال في خيمة المتغير الاسمي المين. نفس القيمة اللي تتخزنت في القل مضروبة في القيمة لتحزانة التميت في الدولة. ثم بعد كده اخرج للمتغير الاسمي ايه? اللي حسبتها من مينة. تتجي ننفذ. بنعملها ازاي? باجة اقول له. وكمبيل ايه? اندرانو. طيقل لي اسمي المتغير ايه? سميه اريا. ادوس ايه? اسمي الملافة. ادوس ادرانو. طلعني بتاعي او الشاشة اللي ايه? السودة بتاعتها. دي كده الشاشة اللي هي ظهرة مين? مين المستخدم. بصي قلت له اين? انتر زا فاليو اوف لنس. الكرسو وقتين? بعد اخر حاجة بستطر. الفرق ان انا مش عايز افنزها للا عايزة. الكرسو وقتين اقول لك. المهم اندخل مين? اللينس مثلا خمسة. عادي تلقال ليه? اخلتها مثلا اربعة. متوقفة الناتجة ما كان? اشرين. اهو قالني زا اريا بساولة اشرين. طيب لو انا عايز بقى كنوع من انواع التنظيم. انا خليها. بسبب نصية طبعة في سطر. وبعد كده القيمة اللي المستخدم هيدخلها تنزل في السطر اللي بعد. اعملها ازاي? عندي امرين. لحاجة اسمها اجي هنا قوله كده. او علامتين اصغر من معناها تنقل سطر كديم. او اجي هنا واقوله عرف الان. تمام كده? عالين جرر. اهو. بصي. اتنقل بالفرقس بسطر ايه? بديه. فدخل مسلا سبعة. اتنقل سطر دي. ديه كنت تعملها بالامر. ديه كنت تعملها بالامر. ديه كنت تعملها بالميه? هنا حطوله مسلا خمسة. يبقى الناتج بتاعي طلع كام? خمسة وثلاثين. قال لي زهريا القوة الخمسة وثلاثين. الموضوع سهل. يبقى كل الفكرة عندي ان انا بعمل ايه? ان انا بعرف متغير الاول. هنا كده انا عرفت المتغير ما دلوش ما دلوش كما بتباهي. تمام? ان انا هقوله. طيب? وبعد كده اسم المتغير سيليكول. طيب. فيه هنا ملخوضة. ممكن اقلل ده شوية? اه ممكن اعليه شوية. ازاي? هلقولنا في البرمجة ان انا لو عندي. شوية متغيرات كلهم لهم نفس النوع. ممكن اجمعهم كلهم في سطر واحد. ازاي? هاجي هنا اعمل بعد اسم المتغير الاولاني كوما. يعني انا حطيت اسم نوع المتغير مرة واحدة. اللي هو فلوت. واسم الاولاني المتغير الاولاني كوما اسم المتغير التاني اللي هو دابليو كوما اسم المتغير التاني اللي هو ايه? بسيمي كول. دي كيلة مش عايدة. طيب انا كده عملت ايه? طالما كل المتغيرات دي مشتركين انه كلهم نفس النوع. طيب احط النوع الاول. وبحط ايسان المتغيرات كلها. وكل بيكونوا متغير والتاني ايه? كول. طيب انا رجيت انا نفس دلوقتي. هلا يحصل لي ايروت? لا مش يحصل لي ايروت. ها. باز انا بشتغل عادي. اهو. اربعة. واتنين. بطلع جانب. طيب. ده اول تعديل? اه اول تعديل. في تعديل تاني? اه في تعديل تاني. طيب الله ما ايه رينا? المساحة بتاعتين ايه? انا مش هستغلينها عملية حسب ايه بعد كده? انا مش محتاجة خزنة. خزنها ليه? طيب ايه وقتها مساحة على فوق. طيب انا ممكن اشيل الايه خالص? انا مش محتاج الايه ده? غير اللي اسمه ايه? اولوين هائي. واجي هنا اشيل الايه دي. ما اصبح ليه وما عادش ليه وجود. واخد المعادة دي كلها ملايهاش لازمة. واجي هنا اقول له ايه? احسبت العملية على طول ان هي المضروبة في مين? في الدولة. واجي تنفزتي كده. اهو اطلع لي. اطلع له مثلا خمسة وثلاثة ويطلع ايه من خمس طرش. طيب انا دلوقتي اللي بيفرد من مبارنة دي التاني ينقص قطاع ايه? فقدر المبارنة من نفسه او بردرامر انه هو يجري كود في اقل عدد اصطر ممكن. احنا اول اتعلمنا بتاعنا ده كم حاجة? اول حاجة ان انا اتقل الرئيسي او التركيب الرئيسي. عندي كان كملة محفوظة بعد كده انتي جاربين قصين او دي. فتحت القص ده. تمام? يبقى انا عندي ادي سطر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. دول كده ستة اسطف ستين معاك في اي بردرامر. يبقى دول ايه? محفوظات. تمام? ما بين القص ده وما بين الريتر انا بكتب الكود بتاعي انا ايه? هنفله. طيب. الكود اللي انا كنت هنفزه هنا كان الكود بتاع ايه? حساب مساحة مستقيم. اتفعنا. ها اعمل ايه? هدخل قيمة طول. وادخل قيمة طول. طيب ما هدخل قيمة لازم اعرف لها متقيم. هدخل قيمة من المستقبل قواديها فين? لازم اعرف لها متقيم. المتغير بتاعي ده اول مفكر في قيمة المتخيات اللي جاية لديه. هدخل رقم صحيح يبقى ايه? هدخل رقم عاشر يبقى افلوت. هدخل حرف يبقى كرة. هدخل جملة اللي هي مرموعة حروف اسم بقى جملة ايا كاني. طيب. بخرج يعني انا هسمح للمستخدم بص الكلمة. هسمح للمستخدم يدخل قيمة. طيب ما هسمح للمستخدم يدخل قيمة ايه? جملة سيقاوت بوجهه يدخل ايه? اللي هو سيقاوت من فضل تدخل قيمة كذا. اللي هي في الحالة بتاعتنا كان اول حاجة اللي هو الطول. طيب. خرجت له رسالة التوجيه دي. بناء على ان انت تقرر طوله هيعمل ايه? هو هدخل قيمة. هتحطيها في المتغير الخاص بالحاجة دي. في الحالة الاولانية كان عندنا مين? الطول. الطول دي سميناه متغير اسمه ايه? لنس. اللي هو ايه. من النوع ايه? فلوت. طيب. بعد كده عايز ادخل القيمة التانية اللي هي بتاعت مين? العرض. يبقى اقول له سيقاوت سي اين. سيقاوت من فضلك دخلي قيمة اللي هو العرض. سي اين. هيدخلي مين? المقيمة. فين؟ في المتغير اللي اسمه دابله. بعد كده. يا ام اعمل العمليات الحسابية. في معادلة. واحسب العملية دي وخزنها في متغير جديد. لو انا هستخدمه. طب لو مش هستخدمه. احسن ارجمة السيقاوت على طول. سيقاوت المساحة بين دابل تساوي. والسيقاوت ايه? الال في الداخل. وخرج الكده على حيب عشان شهر. الموضوع صعب? الموضوع صعب. ماشي. تعالي نرجع بقى المين? المحاضرة بتاعتنا ونكمل اللي احنا بكنا ناخد بقى من حاجة موانية. ايه هي بقى? لو تاخد بقى المسال اللي احنا بسا حاليه. احنا استخدمنا معاه. الال اريا بتساوي الهل في الدابل. هل يرفع احسن كنة الاريا من وين ما تعارف كنة الهل والدابل? مستحيل. صح? ده معادلة حساب ايه? فهو بيقول. ايه اللي لو هتستخدمه من دغييرات في معادلة حسابية. اللي هي حسابة ايه? يساوي الالة في الدابلو? ما ينفعش احسن ايه? من جير ما تعارف كنة الال والدابل. فقال لكي لو انت المستقم ما دخل لكش القيم دي. لازم تدي القيم الدائية للال والدابل. عشان طرحي يبطيين عشان اي حاجة. عشان الله صف. مهم في الاخر عشان المعدلة دي تتنفذ صح. ما يقول لكيش ان فيه ايرر او خطأ. لازم المتغيرات دي انو اخطيها بلاية. يبقى لازم يقول بالفرية والزلة عنها. مست بي امشياليز. يبدأ قيمة ابتدائية. تمام? قبل استخدامها في اي عملية. اي عملية حسابية. يعني مثلا المسال هنا قال لك انتجر. بديك متغير اسم الكاونتر من نوع انتجر. ومن دي قيمة ابتدائية كان خمسة. وطلبن فيه قومة هنا. المتغير اسم ايه? الانتجر او الرقم الشاحش. الكاونتر ما دي لقومة ابتدائية بخمسة. الاي ده لو كمرة دقيقة بواحد والزد ما دلوش كمرة دقيقة يبقى احنا لما نيجي هنا ننفذ البروجرام ده البرنامج بروح يعمل ايه اول ما اجا نفذ السطر ده راح هو انت عرفتله متغير اسمه راح فتح لك مكان في الزاكرة وسماه كونتر وحط لك فيه كام خمس وراح فتح لك مكان في الزاكرة داني وسماه اي وحطيك فيه كام واحد وراح فتح لك مكان جديد وسماه ايه زد بس محطش فيه ايه ايه قيم جي بعد كده السطر اللي بعده قال لك زد بيسوي الكاونتر على الاي يبقى تقسيني الخمسة على واحد طلع لك كام خمسة راح يحك في الزد كام الخمسة يبقى انا عشان انفذ الجملة دي وتتنفذ صح عشان احسب كونة الزد لازم الكاونتر والاي هي بقية ابتدائي دي دولزا نحن احنا بتاعمل شوية اي حرف عشان اي رجل عشان اسميه لازم اتبالك بحرف او ويممكن الاسم نفسه الامكس ما بين حروف وارقام واندرسكو وقالك هنا ايه قالك ما تستهدميش حاجة اسمها يعني ايه دي كلمات محجوزة جوه اللغة يعني ايه او كلمات محجوزة يعني الاوامر يعني سي ان ما تنفعش اسمه متبادر سي او ما تنفعش اسمه متبادر الاوامر اللي انت تستخدميها في اللغة ما تنفعش اسمه متبادر يبقى او كلمات محجوزة دي كلمة محجوزة من الاوامر تمام كده يعني هنا بسا رابطيلي كماري باسم متبادر صح دي منطلق علي الشروع انهو حروف واندرسكو طب التاني ايه مية اه ايه الف وتراتاشر يبقى دي عندي كندا صالح لبادر بحرف ونقسمت الحروف وارضة سلاي حاجة واشي برضو صالح لانه وليه بحرف ونقسمت الحروف طيب ايه عندي الى عندي نعمات حسابية عنديش جاره ده مع قرح ضرب الاسمه او حاجة اسمها مش نادي الاسم يعني انا لو جيتم تلك مسلا كامسة على الاتنين. هيساوي ايه? اتنين وواحد على الاتنين. يعني اتنين ومصف. ده كده اسمه ناتج الاسم. طيب الواحد ده اسمه او باقي الاسمه. تمام كده? طيب ياخد العلمة ده ايه? شكل العلمة في المياه الاسمه. هنا. سلاش ده العلمة الاسمه. ستار ده مجمع ده ميوس ونصف ده تجربه ايه? طيب. ايه اولوية في التنفيذ في اي عندي. اول حاجة عندي لو عندي معدلة. ايه اولوية التنفيذ? اول حاجة بننفذها ما يدخل الاسم. ثم بعد كده الاولوية التانية مجدار الاسمه. يعني تلاتة دول هي من نفس الاولوية. فادي دي بعد كده نجمع اوضع. يعني اجعلوا شون كده ده. انا عندي هنا اف اتنين في خمسة في تمانية زائد ثلاثة في خمسة زائد سبب. ينفذ ازاي? مين دي الاولوية الاول? الضرب. تمام? فانا عندي هنا ضرب وعندي هنا ضرب. فهيعمل ايه? يبدأ من الشمال. يبدأ منين? مش مال. هاجي هنا اتنين في خمسة. بكام? بعشرة. بعد كده العشرة مضروبة في التمانية. بقى كام? تمانين. بعد كده مش هيعمل الجمع. هيعمل مين? الثلاثة خمسة. بقى? خمستاشر. وبعد كده عندي اولوية تانية. ما عنديش غير الجمع. صح? عندي هنا دي جمع وهدي عندي جمع. يبدأ من مين? مش مال. خمستاشر وتمانين. اللي هما كان? خمسة وتسعين. وبعد كده اجمع عليهم مين? السبعة. يبقى كده كان مية واثنين. عملتها ازاي? بقول كده. انا عندي كم عملية هدي ضرب? اللي هو اتنين في خمسة ثم هجمع عليهم ثم هجمع عليهم الثلاثة خمسة ثم هجمع عليهم السبعة. فبقى عمل ايه? عندي اول اولوية الاقواس. عندي هنا اقواس? مفيش. الاولوية الثانية مين? يا ضرب. يا اسم يا ريميمبر. يعني الاولوية اللي بعد كده مين? الدرب. عندي الدرب. عندي درب في تBR مني. بتربج على الشمال اتنين في خمسة في تمانية والترمل في نصف تلاتة في خمسة. ابدأ مني من الشمال. هيخد الاول اتنين في خمسة. دي كان بعشرة. ناتج العشرة ادربه في الثمانية كان بعده تمانين مني كان تمانين. لحجي كده الاولوية Tombول Rouzzope. الجامعة الاولوية بعد الضرب. يبقى عندي ضرب게 تاني الترمل في النصف. كان ثلاثة خمسة. يبقى احصل دي. خمسة خمستاشر. ثم بعد كده او دولة بعد كده اتجمع. عندي جمع هنا وعندي جمع هنا. يبقى اتنين مش شباب. يبقى عندي خمستاشر زائد خمسة زائد التمانين داني كان خمسة وتساين. خمسة وتساين زائد السبع داني كان مية وتنين. فتعالي ناخد اللي بعدها. الواي بتسوي واحد زائد الاتنين فيه نفتح قصين تلاتة زائد اربعة. اول حاجة ما اعملها ايه? ما بداخل الاكواس. يبقى تلاتة واربعة كام? سبعة. ثم بعد كده مين? الدرب. سبعة في اتنين. اربعة تاشر. ثم بعد كده ليه? الجمع زائد واحد يبقى كام? يبقى خمستاشر. يبقى دي كان الناديك بتاعها مية وتنين. يبقى بتاعها كان كام? خمستاشر. طيب دي. عندي درب وعندي الاتنين نفس الاولوية. اخب منين? من الشمال. يبقى اتنين في خمسة بقى عشرة. الريميندر بتاع دي. تسعة ريميندر اربعة. لو جيت قلت لك اسمية تسعة على الاربعة فيها الكام? تسعة على الاربعة. معناها تمانية على الاربعة فيها الاتنين ويتبقى واحد على الاربعة. صح? يبقى الريميندر بتاعي اللي هو مين? واحد. وبعد كده عمل عملية الجمع. يبقى كام? ادوش. هناك يجينا كام? ادوش. كم تحضر نعمل ايه? يبقى اولوية التنفيذ اي اول حاجة اتسالنا بداخل الاقواس او عندي اقواس. ثم بعد كده تقول الوية التانية ضربة او اسم او ريميندر اللي هو باقي اسم. ونخلينا من باقي اسم وناتج الاسم. ناتج الاسم من انتزال بتاعنا الان هو تسعة على الاربعة اتنين. باقي الاسم مين? الواحد على الاربعة. ماشي كده? ثم بعد كده? لو لو ايه المين? للجمع والطفن. طيب. في عندنا قاعدة لتقول لو انا عندي معادلة حسابية. تمام? لو انا قدرك مثلا الايه? بتساوي اي اا بي. على سي. والبي ده كان بخمسة. والسيب اتنين. ماشي? بتقول لك ايه? لو انت معرفت. اللي على الانتجين كله من النوع انتجر لان احبار صحيحة. يعني البي انتجر والسيب اتنين. ومعرفت ايه? يعني اللي على الشمال متغير اللي هو الناتج ده? في لوت. واللي على الانتجر كله انتجر. تمام? فبيقول لي اعلامة اللي ايه? اللي هو الناتج على الاسمه ده مفوض ده وقت خمسة على اتنين 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 ونص. مفوض رقم في لوت. يقول لك لا. اللي يتخزن هنا الرقم الصحيح فقط. يعني ايه? المتغير. يعني اللي على الانتجر اللي عندك من النوع الانتجر او هو امه صحيح فقط. يعني انت. على الرقم ما انت ممكن تكون معرفة لايه? المتغير وايه ده على الانتجر اللي بتقول لي. طبع ما اللي عليمين كلهمenezل يبقى ايه? انتجر. طيب. لو اللي على الانتجر كلهم انتجر واسم احد من يبقى ناتج في لوت. طيب. لو اللي cloud كلهم انتجر وفلوت وفين واحد ادلس بابل. يبقى الناتجة على ايه? بابل. وبقى من الاخر احنا باهم دي الكبير. يعني اكبر نوع للمتغيرات الموجودة هو اللي انا باهم. حتى اللي على الشمال لو متغادر لو متعرف بحاجة ده. طب تعالي نعملها. نعملها. يعني مثلا هنا اهي. انتجر اي يسوي خمسة والجي سوي ثلاثة. وفلوت كي. انا معرف كيه? النوع في لوت اهو عشق. وانتجر اي يساوي خمسة والجي سوي ثلاثة. لو جيت اسمتها هيديني ايه? هياخد الرقم الصحيح فقط. طب عشان احل الموضوع ده بحيله ازاي? بغير نوع واحد من دول. طب اغيره ازاي في البرنامج نعمل حاجة اسمها تغيير نوع. ان انا باجي ال اي والجي واجهة للدول وحط نوع يجب دونك سي. يعني انا بداها البرنامج. هاي البروغرام بداي اهو. تمام? هافطرج ان انا معرف او متغير اسمه كيه? وهاعرف انتجر من اكس كوما وار. سميكورد. انا اعرف ايه? اكس وواي. الاكس بديت قيمة خمسة. والواي بديت قيمة كام? الاتنين. تمام? اشي تبع كل درجة اش محتاجه. وليت قيمة احساس. ان كيه? فيساوي اكس. X على Y اللي هو خمسة على الاثنين مريد قلت لك سيقاوت K يساوي و سيقاوت القيمة اللي موجودة اثنين في ال-K النهيب K يساوي دي معنى ايه؟ بسبب ما الصيح قلتوا بي نقوم بكتشن ايا كانت اقوى و حرقون قطنية اعرفها القيمة اللي هنا نرين هاي اللي هو اسم المتقيم بس دي القيمة اللي بتخزينها من المتقيمة فاحنا هنا عايزين نعرف القيمة اللي هتطلع عندي اثنين ونص ولا اثنين دعالين نجرب بس طلع علي كان كيف بثنين في مكان بثنين ليه؟ عشان احنا قلنا كل ما هو يمين في المعادلة لو المتغيرات كلها انتجر الاوجود هنا حتى لو كان غير الانتجر ايه بقى ايه؟ انتجر رقم صحيح طيب لو انا عايز احل القصة دي هعمل ايه؟ سي مسلا اكس بغيره ازاي؟ باجي افتح قصين كمام؟ وطب جوا مين؟ النوع اللي انا عايز اكتبه فلوت تعالين نفس كده؟ كده انا بعمل ايه؟ حاجة اسمها؟ طيب قصدين اهي اتنين ونصف ليه؟ بقى فيه متغير على الاقل في اليمين في الوقت طيب اخلاص احضر ايه؟ ليه ناتي جدا تمام كده؟ تعالين نرجع بقى للمحاضرة افضل كده احنا افضل لنا حاجة صغيرة اسمها مين؟ البوست انتريمينت وبريد انتريمينت او البوست انتريمينت وبريد انتريمينت يعني ايه الكلام دا؟ يعني عند الوقتي لو انا جيه قلت لي كده بوست بوست جيه بوست بوست كده؟ يعني ايه كده انا كده؟ احنا نسيب بوست بوست بيقول لك ايه؟ عندي امكانية ان انا لما اجا قول هزول المتغير بقيمة واحد يعني انا لما اجا قول لك كده يساوي كده بلس وار دي معناها ايه؟ معناها لو الكده المتغير ده فيه مثلا خمسة يبقى كده الجديدة هتساوي كده اديمة زائد واحد يبقى كام ستة يعني زود بالقيمة المعبولة في المتغير ياسمه كده بإيه؟ بواحد. فايت دي كده اسمها إيه؟ إنترنين. زود. فايتنا هنا دي معنى إيه بديدة زودية قديمة بواحد. يبقى قيمة المعبولة في المتغير ياسمه إيه؟ بإيه بديدة بما بديدة. هتساوي قيمة قديمة المعبولة بالإيهة الخمسة. زود عليها واحدة يكام ستة. فنصير بص بصنا ليه؟ اللي أنا عندي مختصار تقدر تستخدمه. المعبولة تقدر في الزرعة تبقى كده بلاس بص. يعني رسلت معظم كده بلاس بلاس بص. دي معناها زود بالكلمة الموجودة في المتغير ياسمه كده واحد. طيب. يعني إيه كده بلاس بص ويعني إيه بلاس بص كده. إيه الفرق بينه؟ هنا بصد الكريمينت هنا بليه إنترنت. يعني إيه برضو. بصد الكريمينت يعني زود المتغير ياسمه كده بواحد. بس بعد انتهاء العملية حزابية. يعني إيه؟ يعني وجيت قلتلك مثلا الكده كان بخمسة. وعندي متغير تاني اسمه كان بتلاتة. وجيت قلتلك كي بلاس 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 واي. معنى إيه؟ معنى زود لي الكده بواحد بس بعد انتهاء العملية. هتريك الزت بيساوي الكلام ده. هيعمل إيه؟ هيروح ياخد القيمة القديمة بدعة الكيمش الجديدة. يعني الكيل القديمة اللي كان موجودة فيه كام؟ هنا كام؟ هنفترض دي القديمة دي ستة. ماشي؟ ستة. يبقى ياخد الستة زائد الواي اللي هي كام؟ بتلاتة. يبقى الزت للنهاية طلع بكام؟ تسعة. لكن لو جيت عكست دي وخلتها بلاس بلاس ك زائد وارد. معنى إيه؟ روحي الأول زود لي الكي بواحد بقى كام؟ سبعة. واخد القيمة الجديدة اللي هي السبعة في العملية الحسابية بتاعتك اللي هي إيه؟ سبعة زائد تلاتة. يبقى الزتة هيساوي كام؟ هيساوي عشر. يبقى كلمة بوس أو بري بتفرد. بري الانترميت يعني زودت المتبير بواحد أول. الأول قبل ما جاملك اللي عملية الحسابات بتاعتك. والقيمة بتاعتك التدينة هتدخلها بالبعد. طيب. لو الواس بعد الاسم المتبير بمعنى إيه؟ بوس يعني بعد. يعني إنا هتمنى عملية الكيسابات الأول وتطوع النتج. وبعد إينا تزودت المتبير بواحد. يبقى حمد عشان ما نتنفضش. للقص بص قبل اسم المتغير ولا بعد. لو قبل اسم المتغير أو قيمة جديدة بتاعتك المتغير هتخش معاك الحساب. لو بعد الاسم المتغير أو قيمة قديمة بتاعتك المتغير هتخش معاك الحساب. وفي كده الأحوال بعد العملية ما تنتهي هزول المتغير. يعني متغير تبقى بتاعتك المتغير بزبتة. بعد انتهاء السطر إليه فكل الأحوال اكتبأ بساطة. بس أنا هتمنى لنخلق معاك الحساب اللي قبل ولا اللي بعد. ده الهاتف. درس الفكر بطرامنا معانين. في مينوس مينوس أو مينوس مينوس كيمة. يعني هذا هو مقص مقيمة اللي موجودة بتغير بواحدة. تمام كده؟ تمام. كفاية كده النهاردة؟ نعم. صحيح. كل ما قولكم. مدف helps. نعم. باجي. الاستفادة تحصيح. يلاست remo somm 17 مينوس. شكرا